مليارات صرفت على أنجاز مشروع ديزيلات بلد لتوليد الطاقة الكهربائية التي نفذته شركة هونداي الكورية ومنذ ذلك الحين والمشروع معطل لا يفي بالغرض الذي وجد لأجله يحتاج اليوم إلى مليارين وثمانمائة مليون دينار أضافية حسب إحصاءات مختصين لتأهيله من سوى هذه المحطة لحد هذه اللحظة المحطة الكهربائية محطة ديزيلات بلد لم تشتغل حد هذه اللحظة يعني اليوم حسب آراء مهندسين سئلناهم قالوا أنه تكلفة تأهيل هذه المحطة يعني يبلغ أكثر من مليارين وثمانمائة مليون دينار عراقي أنا أسألك بالله هذه المليارين وثمانمائة مليون دينار عراقي شقد نقدر نفتح بيها محطات ونأهل بيها محطات أهم من هذه المحطة هاي فلوس ضائعة نطالب أنه يشوفون نصورة حلل هاي تيزيلات بيها بأكثر من مئة وثمانين موظف لكن هي ما تشتغل أكثر من 12 محرك قاعدوا ساكت فمشروع فاشل ويعني نطالب حتى بمحاسبة اللي أسسوا المشروع واللي كانوا مشرفين عليه في حين أن مسؤولين في دائرة الكهرباء يرون أن ما تحتاجه هذه المحطة غير متوفرة حيث أن توجه الوزارة ودعمها موجه نحو المحطات ذات التوليد الكبرى وكذلك محطات الطاقة الشمسية تحتاج إلى تشفيد تحتاج إلى قطع غيار توجه وزارة الكهرباء يختلف عن ما يريد المواطن يعني وزارة الكهرباء توجهها أنه على المحطات اللي إنتاجها مثلا نقول ألف ميجاوات فما فوق على مستوى محطة يعني تنتج 25 ميجاوات أو 20 ميجاوات ما تصرف الدولة على هذه المحطات من أموال ممكن أنه تصرف على محطات أخرى إنتاجها أكثر أضف ذلك إلى أنه توجه الوزارة حاليا في الوقت الحاضر حتى تكون معلومة لكم والناس أنه على الطاقة المتجددة مشروع ديزيلات بلد لم تستفد منه المنطقة منذ افتتاحه حد اليوم ليظل عنوانا صريحا لمشاريع الفساد وهدر الأموال من صلح الدين في رأس الحسن؟ أتسغير